الآن والحديث عن أداء بورصة الكويت معنا من الكويت إبراهيم الفيلكاوي خبير اقتصادي في أسواق المال أهلا وسهلا بك السيد الكريم معنا إذن قرأنا خبر مهم جدا الآن وهو بأن داو جونز وستاندرد أند فولز أقرت بأن يتم إضافة الكويت أو التفكير في إضافة الكويت إلى الأسواق الناشئة برأيك ما هي التغييرات التي قامت بها السوق الكويتية حتى تسمح بذلك ليحدث مرحبا لكم بالخير نفسي على كل أخوانا المشاهدين بالنسبة للخبر الذي هو دخول الكويت في مراقبة الأسواق الناشئة طبعا هذا ليس وليد اللحظة لكن أكثر من مرة تحاول الكويت الوصول إلى المتطلبات المطلوبة للدخول في الأسواق الناشئة الهيئة تحاول قد المستطاع بتغيير بعض القوانين تغيير بعض المتطلبات الرسمية في عملية التداول في الأنظمة في النظام السعري وكذلك كل ما يتطلب من المتطلبات لدخول لهذا النظام ولكن خلينا نرجع إلى الوراء قليلا كثير من الأمور قد تكون إيجابية لدخول سوق الكويتي لكن لا يوجد أي محافزات هناك نقص في السيولة هناك نقص في المتداولين أيضا أعداد المتداولين تقل الهيئة تطالب بعملية أن يكون السوق الكويتي مؤسسي لكن هو مبني على غالبا يكون في صغار المتداولين بشكل عام هو إيجابي ودافع وهذا ما شاهدناه من خلال تداول اليومين الماضيين كان هناك أكثر من حافز منها خبر دخول الكويت في الأسواق الناشئة وكذلك الأرباح المعلنة للبنوك ولو نرجع إلى أيضا الأسبوع الماضي وتطرقنا إلى هذا الموضوع في أرباح قطاع البنوك وهو الملاذ الآمن للمتداولين في السوق الكويتي وما شاهدناه من ارتفاع السيولة والتي كلمنا أيضا زادت عن معدلاتها هناك أكثر من حافز للحركة هناك أكثر من أمور دعت إلى حركة السوق الكويتي بشكل إيجابي هذه الأيام طيب ذكرك للنتائج بالفعل هي أهم مرحلة تمر بها الأسواق حاليا هي مرحلة الإعلان عن النتائج لنصف الأول رأينا بدء للإعلان عن بعض هذه النتائج من القطاع المصرفي تحديدا بنك بوبيان ارتفاعات هذه النتائج التي رأيناها إلى أي مدى يمكن أن تعتبر إشارة بأننا سنرى نتائج جيدة لبقية البنوك نتحدث بداية عن القطاع المصرفي طبعا إحنا أيضا أرجعكم إلى اللقاء السابق للأسبوع الماضي يوم الأربعاء تكلمنا أن هناك غالبا ما يكون قطاع البنوك هو من يعلن عن أرباح بشكل عام البنوك لا يجب لديها أي شيء تخسره بخلاف النقص في الأصول أو تراجع في قيمة الأصول أو ما شابه ولكن غالبا قطاع البنوك يعلن عن أرباح ولذلك أغلب المتداولين يستعينون في قطاع البنوك كمناد آمن في السوق الكوتي الآن ظهرت نتائج البنك الوطني بالأرباح ظهرت نتائج بوبيان وأيضا ستظهر نتائج بقية البنوك بإذن الله ستكون أغلبها أرباح وكذلك ذكرنا أيضا سهمين أو ثلاثة من القياديات وهم زين أو أجلتي بإذن الله سيعلنون عن نتائج أيضا إيجابية وهذا محفز أيضا لعملية الدخول وما شاهدناه ولكن كثير من المتداولين يتعاملون مع هذه الأخبار أنها أخبار أو إعلانات يستغلوها من يوم إلى ثلاثة أيام تقريبا أو أربع أيام بعد أقصى ثم تترك ويذهب إلى إعلانات أخبار جديدة أو إعلانات أو بنوك جديدة أو ما شابه من البيانات المالية يكون هناك عليها مضاربات الدخول على الإشاعة والخروج على الخبر هذا ما يسترد في السوق الكويتي أو بقية الأسواق ولكن أيضا بخلاف عملية النتائج الإيجابية ستظهر القطاعات الأخرى ستكون نتائجها أيضا قد تكون محفزة ولكن لن تظهر في الوقت الحالي لأن تعودنا على أغلب الشركات في القطاعات الثانية بالفعل يعني تظهر نتائجهم في نهائية الفترة من خلال حديثك شبه جزم بأن نتائج القطاع المصرفي ستكون جيدة لنصف الأول من العام أود أن أسألك عن باقي القطاعات برأيك ما هو القطاع الذي ربما يشهد أداء سلبيا لنصف الأول؟ طبعا الأداءات هي مشكلة في السوق الكويتي كلها أداءات مضاربية ولكن قد يقل الأداء في القطاع العقار قطاع الاستثمار سيكون جيد قطاع العقار قطاع التأمين قطاع خامل تقريبا في السوق الكويتي ثابت لكن بالتدريج هو قطاع البنوك ويليه قطاع الاستثمار أو الاستهلاكية وبالتالي سيأتي وراء قطاع العقار في المرحلة الأخيرة يأتي قطاع التأمين كلها ستعلن عن نتائج يعني بحد لم تكن مستقرة هبوط في أرباحها أو أرباح طفيفة دائما عودنا كسلوك سابق بهذا السلوك ولكن هناك محفزات أخرى بخلاف الأرباح وخلاف البيانات المالية هناك أخبار الجيوسياسية لا ننسى أختي الأخبار الجيوسياسية والإعلام خفض نوعيا من طريقة اللهجة فلذلك أعطت محفز للمتداولين في أسواق الخليج في الحركة الإيجابية والأطمئنان نوعا ما أسعار النفط كذلك أعطت محفز إيجابي بإضافة إلى النتائج المالية والأخبار أسعار النفط المؤثر بالدرجة الأولى ارتفاعها أعطى محفز أكثر إيجابية اليوم شاهدنا السوق الكويت يقف عند مستوى 6-800 وهو مستوى نفسي وكلها جميعها توافق تواريخ السوق دبي أيضا توقف اليوم عند مستوى نفسي وهو عند مستوى 3-500 تقريبا السوق السعودي توقف عند مستوى 7-300 أيضا هو مستوى نفسي السوق قطر كذلك نفس الموضوع جميعها توافق تواريخ بحال الهدوء أو الاستقرار الوضع الجيوسياسي مع ارتفاع النفط ستخترق كلها مقاومات خلال هذا الأسبوع أما لو ارتدت الأسواق النفط بعد الأخبار التي ستظهر اليوم في عملية المخزون الأمريكي وغيرها قد تتراجع هذه الأسواق بتصحيح اعتياد جدا وسيظهر حركتها خلال الأسبوع القادم نعم إذن إبراهيم الفيلكاوي خبير اقتصادي في أسواق المال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك